بعد شهر من إعلان تعليق عملها في العاصمة المؤقتة عدن تعود منظمة أطباء بلا حدود لاستئناف عملياتها من المدينة مرة أخرى المنظمة نشرت بياناً عبر حساباتها في شبكة التواصل الاجتماعي أنها استأنفت أنشطتها في مستشفى عدن الجراحي بعد توقف لأسابيع عقب حادثة أمنية في المستشفى الذي تديره هناك حيث أقدم مسلحون على اختطاف أحد النزلاء الجرحى ليتم العثور عليه لاحقاً مقتولاً في الجوار وبحسب رئيس بعثة أطباء بلا حدود في اليمن حسن بوسنين فإن استئناف أنشطة المنظمة يأتي انطلاقاً من إدراكها باحتياجات السكان للتدخل العاجل والمستمر خصوصاً في الجانب الصحي وتعتبر منظمة أطباء بلا حدود واحدة من أبرز المنظمات العاملة في المجال الصحي داخل اليمن وتعمل على تقديم خدماتها الصحية في مستشفيات ومراكز تقوم بدعمها في عدد من محافظات البلاد إلا أن الاختلالات الأمنية في عدد من المحافظات وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن تمثل مشكلة تؤثر على عمل المنظمات الإغاثية وتلحق الضرر بالعاملين فيها كما تقول هذه المنظمات الأمر الذي يدفع بالكثير منها إلى تقليص أنشطتها وتضييق خارطة تواجدها وهو ما ينعكس سلباً على الوضع الإنساني القائم ويزيد من تفاقمه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر